جمعالي الوزير كان في عندي سؤال زملاء طرحوا القضية الفلسطينية وتحدثوا عنها نتحدث شوي عن الشأن في العراق اليوم الوضع هناك قلقلة وبلبلة في الوضع السياسي في العراق لا زال الدم يسفك ولا زالت الأوضاع غير مستتبة الدور العربي في هذا اللقاء الأخوي ما بين الدول الخمسة لتعزيز استتباع بالأمن في العراق دعني أقول لك أولا أن العراق دولة هامة جدا جدا العالم العربي مش هقول لك بقى أن هي حارس البغوة الشرقية كلام اللي هو أنا كنت في بغداد من كم سنة كده يعني قالوا لي لا أبلاش الكلمة دي خليها هي الجسر للتفاهم مع الآخرين فما فيش معنا نقبل هذا ولكن العراق دولة في المنتهى الأهمية بالنسبة للعالم العربي وأعتقد أن هي بتواجه أخطار متعددة يعني لها أشكال مختلفة ولكن في سمة أساسية للأزمات في العالم العربي في المرحلة الحلقية هي إطالة أمد الأزمات بالإضافة لإطالة أمد الأزمات أنه فيه قوة إقليمية لديها يعني مصلحة خاصة في أن تبقى العراق أو غيرها من الدول في حالة تأزم وحالة تناحر وحالة عدم استقرار فده في حد ذاته يعني زي ما يعني بنقول أنه عودة العراق للخضن العربي ده كان أمره مهم جدا وفعلا العرب عادوا فعلا العراق بقوة مصر عندها علاقات قوية جدا بالعراق السعودية أيضا نفس الشيء فأنا أعتقد أنه الفترة القادمة يجب أن طبعا الحل لازم يكون عراقي لا يجب أن نسلم أنفسنا ولا للإقليم ولا للحلول الأممية يعني ديت لها كده يعني سيناريوهات خاصة بيها أيضا الحل يجب أن يكون عراقي ونبع من الشعب العراقي ولكن التأييد لازم يكون عربي وعربي فعلا واضح وصريح أنه مش ممكن أن العراق تقع في فخ الفتمة الطائفية ده أمر مرفوض العراق عاشت طبع عمرها في سلامة وفي أمان وكان الدولة يعني أنا أتذكر كنت بشتغل في الكويت سنة 78 وكنا بنروح البصرة وبنروح البغداد بالسيارات كان شيء جميل جدا جدا أنت تزور هذه الدولة الفتية بثقافتها وبحضرتها وبشعبها وبحبها لمصر كمان يعني تلاحظ أن العراقيين لهم حب شديد جدا لمصر فإذن إحنا أمام فعلا مشكلة وللأسف يعني إحنا كل ما بنطفي في حريق في العالم العراوي بتلاقي حريق آخر ظهر فده بحد ذاته يتظلم مننا وعي كبير جدا وحرص على أن هذا الأمر يجب أنه هو يتم توصل لحلول سريعة له والحقيقة الخطاب اللي قاله رئيس الوزراء الكاظيمي عند وصوله لبغداد بعد ما غادر العالمين خطاب يعني سياسي موحنك بيعرف يتعامل مع الأرض لا يغلق الأمور على أن ما فيش تظاهر لا فيه تظاهر لو عايز بسبترية سلمية تعبر عن رأيك تعبر عن رأيك وكل شيء ولكن غير مسموح بفتنة طائفية وغير مسموح بالتناحر وغير مسموح أن دولة جارة أن هي تبقى لها اليد العليا في الأمور هناك لا ده شعب عراقي العراق ده دولة يعني قوية طول عمرها ويجب أن يكون هي إرادتها هي اللي فوق الجميع مش مسيطرة عليه